شكرا لأليك ليه ويعطيك العافية وشكرا على كلها الأخبار المميزة موضوع أمن المعلومات أو الأمن الإلكتروني هو موضوع بواجه كل مواطن وكل شرائح المجتمع وأمن المعلومات هو علم مختص بتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من المخاطر اللي قد تهددها ومع تطور التكنولوجيا ووسائل تخزين المعلومات وتبادلها بطرق مختلفة أو ما يسمى بنقل البيانات عبر الشبكة من موقع لآخر أصبح أمر أمني وموضوع بغاية الأهمية قواعد البيانات وشبكة الاتصال أصبح تعصب العالم المعرفي والصناعي والمالي والصحي وغيرها من القطاعات ويبرز بها المجال نظام الأيزو للاعتماد والتقييم والقياس لضمان أمن المعلومات معنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع أستاذ أميل علية وهو مدير التنفيذة لشركة أوسيتكم أهلا وسهلا فيك أستاذ أميل أستاذ أميل أهلا وسهلا فيك بداية شو هي الوسائل المتاحة والمعروفة لكل مواطن اليوم بيقدر يوصل لألة تحتى يكون عم يحمي معلوماته بشكل عام لحتى نبسط الأمور وتكون تقريبا واضحة للكل لأنه بالنهاية تكنولوجيا المعلومات وجدت بخدمة الإنسان ولحتى يستعملها كل إنسان خاصة الإنسان غير المختص بموضوع المعلوماتية كنا عم نشوف هلأ بالأخبار اللي عم تزعوها أنتو أخبار الكنيسة شفنا احتفال ببكركة لسيامة مطرانين جديدين بالطائفة المارونية وأثناء الاحتفال شفنا أحد الحضور من الزعماء السياسيين اللبنانيين وربما الموارنة عم يحكي على تليفونه بقلب الاحتفال عم يستعمل تليفونه بقلب الاحتفال التكنولوجيا الجديدة هي هالتكنولوجيا اللي فينا نستعملها لحتى نكون بقلب احتفال بهالأهمية ونحكي على التليفون وفينا نستعملها أيضا لحتى نطلع ونصل إلى ما هو أبعد من المريخ هون بيرجع للإنسان هو يقرر كيف بده يستعمل التكنولوجيا كيفية استعماله للتكنولوجيا أيضا بتحكمها عوامل عديدة ولعل أبرز هالعوامل المخاوف الأمنية كيف نحنا وقتل منكون بمجتمع وقتل منفتح على مجتمعات أخرى وقتل منتعاطى مع مجتمعات أخرى منصير معرضين أمنيا وصحيا إذا بدك هيك من خلال الانفتاح الاجتماعي بالمجتمعات الافتراضية وهون بين مزدوجين المجتمعات الافتراضية هي بالواقع مجتمعات غير حقيقية إنما هي صورة للمجتمعات الحقيقية وشخصيات المجتمعات الحقيقية مثل أنا وأنت وكل الناس صاروا بغالبيتهم عندهم صورة تانية موجودة بالمجتمعات الافتراضية فما ينطبق على المجتمعات الواقعية إذا صح التعبير ينطبق أيضا على المجتمعات الافتراضية وكما أن الأمن هو شغلة أساسية وحساسة وخطيرة ومهمة بالمجتمعات الحقيقية الأمن أيضا بالمجتمعات الافتراضية هو شغلة أكثر حساسية أكثر خطورة أكثر تعقيدا إذا بدك يعني على لغة زميل بسهام براكن قبل شوي عنده مقابلة حتى نكون شوي عم نحكي بالعربي يعني أكثر تعقيدا لأنه أمور كثيرة بتتشابك مع بعض أمور كثيرة بتدخل مع بعض وكثير مهم أنه أنا وأنت وكل إنسان مننا يدخل المجتمع الافتراضي يكون على دراية بهذه الأمور ومثل ما قلت بالبداية مش بالضرورة أن يكون اختصاصي لا بالضرورة أنه يفتح عيونه جيدا ومن خلال تفتيحه العيونه جيدا بيقدر يكون بمأمن وببساطة كلية الأمور مش معقدة مثل ما البعض يحاول أنه يصورها كل فرد كل مواطن هو لازم ينتبه قدر الإمكان يعمل سكيريتي لمعلوماته صح مئة بالمئة هلأ بقدراتنا الذاتية مش حنكون قادرين على أنه نكون محصنين مثل ما أنا بالحياة الطبيعية ممكن بيخد لقاح لمرض معي ممكن بيخد مضاد لمرض آخر أيضا بالمجتمعات الافتراضية يجب أن يكون محصن في عدة برامج عملتها شركات وباحثين بالعالم يجب أن أستعملها وأستند عليها بكل موضوع هلأ إذا فيه مواضيع محددة فينا نحكي عنها بالتفصيل أكتر إذا نحكي عن التطبيقات اليوم يعني أدلش فيه تطبيقات وإلى المزيد من التطور التكنولوجي بهذا الإطار إذا أخذنا الواتساب هل فيه إمكانية أنه ينخرق الشخص عبر الواتساب وكيف بيقدر يحمي حاله قصة الواتساب مثل غيرها من التطبيقات اللي بتشتغل على الموبايل حقيقة أنا وقتل بشتغل هذا التطبيق على تليفوني هو مش موجود على تليفوني فقط هو موجود على تليفوني وموجود على سرر آخر موجود خارج لبنان بمطرح معين بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا إذا عم نحكي عن تطبيق واتساب وكثير من دول العالم الثاني كرميل هيك وقت اللي نشوف هناك خلل أو عطل صار بالواتساب بيكون صار عندي وعندك وعند ملايين لبل أكتر من ملايين المستخدمين بكل أنحاء العالم أنا مجرد أنه تليفوني صار موصول بهذه الشبكة يعني صرت معرض للعدوى وانتقال الفيروس من هذه الشبكة إلى تليفوني هلأ الانتقال كيف بيكون؟ إذا بدي أحكي بالواتساب بيحدثته لا هو تطبيق آمن من أكتر من سنة عمدت إدارة الواتساب إلى تشفير المحادثات والاتصالات والبيانات اللي بتم إرسالها من خلال الواتساب يعني إذا أنا هلأ عم ببعتلك صورة على الواتساب أو عم ببعتلك حكي تكست أو عم بتصل فيك بالصوت الاتصال إذا تم قطعه من طرف الثالث يعني بشركة مزودة الإنترنت اللي الـ ISP اللي عم يعطيني الإنترنت ما بيقدر بقى يتجسس علي بسهولة لأنه هالمعلومات اللي عم بتروح من عندي لعندك صارت معلومات مشفرة من معلومات رايحة بشكلها الطبيعي يعني إذا أنا قلتلك مرحبا إيزابيل ما بتروح بشكل مرحبا إيزابيل بالعكس بيدخل عليها تشفير وبتروح بشكل آخر الطرف الثالث اللي بيقطع هالمعلومات مش رح يقدر يحصل عليها إلا بده إمكانيات كتير هائلة ليفك الشفرة ومن هون هناك العديد من الحكومات بالعالم اعترضت على هذه الخطوة واعتبرت أنه مؤرقة بطل الإرهاب بالعالم يمكن أنه تكون فيه قدامها معوقات كتير إذا الإرهابيين بدوا يستعملوا الواتس أب لاتصالتهم هلأ أنا وأنت والمستخدمين العاديين لازم نفرح بهذه الخطوة بس مجرد أنه يكون أنا تطبيق الواتس أب بحد ذاته تطبيق آمن هذا ما بيعني أنه كل محادثاتي على الواتس أب هي محادثات آمنة بأعطيك مثل أنا على تليفوني عم بحكي مع شخص آخر ومثل ما قلت لك لا يمكن قطع المحادثة بيني وبين الشخص الآخر من حيث المبدأ لأنه بالمعلوماتية لا يوجد شيء مستحيل هلأ إذا أنا مثلا كان عندي تطبيق خبيث على تليفوني هذا التطبيق الخبيث يقدر على سبيل المثال أنه يسجل المكالمة بيني وبين الطرف الآخر مثل ما هي بدون تشفير وقبل ما يبعث الواتس أب وهو الشخص هو اللي نزله نعم هلأ هون هو اللي نزله يمكن يكون نزله وغير واعي أنه هو نزل تطبيق معين وهذا أحكينا عن ضرورة الوعي أنا ممكن مثلا عم بحكي معي يوصل لمساج من حدا تالت مثل هو المساجات اللي بتشوفين أنه هيدا الرابط أو هيدا اللينك اللي ما أنا نبعث لك إذا عملت كليك عليه ممكن ما بعرف شو بيوعدونا بهذه الأمور الحلوة في كتار ناس بيعملوا كليك الناس اللي عندهم هواتف ترتكز على نظام أندرويد وهو نظام مفتوح المصدر بتعتمده شركة جوجل وبيستخدموه كل الناس اللي ما بيعتمدوا حاليا على نظام الـ IOS اللي هو من المستخدمي تليفون الـ Iphone هيدا النظام بيسمح بخلال تغيير صغير بالتليفون أنه أنا نزل التطبيقات من خارج متجر جوجل يعني أنا بعمل تلك عندي بالتليفون بيصير تليفوني بيقبل التطبيقات اللي هي مش موجودة بمتجر جوجل وإذا أنت بعتلي تطبيق بهذا اللينك ينزل على التليفوني ممكن هيدا التطبيق يكون خبيث لدرجة بسيطة وممكن يكون خبيث لدرجة خطيرة يعني ممكن يسجل المحادثات اللي أنا بعملها على الواتس أب وعالتليفون ممكن ياخد الصور اللي موجودين بتليفوني ممكن هيدا سيكون عن غير أصد أيضا لا أكيد بيكون مقصود أحيانا كثيرا بيكون مقصود يعني جهة معينة شخص معين مطور معين حابب يتجسس على طرف آخر هذا أصدوب موجود وهيك بصير تليفوني أنا اللي هو من حيث المبدأ خاص فيه بصير عم يتحكم فيه طرف تاني يعني ممكن أنا هيدا عم بحكيكي إذا حدا عم يتجسس على تليفوني ونجح بإنزال هالتطبيق عم بحكيكي عنه على تليفوني يكون عم يسمع مباشرة الحديث مش بواسطة التليفزيون بواسطة هيدا التطبيق الموجود على تليفوني ومن عوارد هيدا الموضوع انه تليفوني بصير بيصرف الطريقة أكتر بصير بيصرف انترنت أكتر بصير بحسه عم يحمى أكتر يعني في كتير عوارد ممكن تقليني استنتج بصير أبطأ لأنه هيدا التطبيق اللي عم يتجسس أحيانا يكون مبرمج لأنه يتجسس بكل الأوقات أحيانا بيكون مبرمج إنه يتجسس بأوقات ما في وسيلة نواء فرصة الوسيلة إنه أنا فتح عيوني يعني أنا ما نزل أي تطبيق على تليفوني ما استعمل أي رابط بعطولي نس على التليفون بدون ما يكون واسئ كتير من وسائل إرسال هذه الروابط هو تطبيق الواتس أب يعني الحذر يعني على الواتس أب ممكن حدا يبعث لي رابط على الواتس أب ممكن حدا يبعث لي رابط على الفيسبوك ممكن حدا يبعث لي رابط بواسطة تكست أي رابط أنا مش متأكد مليار بالمية لوين بدو يخدني مش لازم فوت عليه الدخول أيضا إلى بعض الصفحات المفيروسي على الإنترنت على الويب ممكن أنه ينزل عندي بعض هذه الفيروسات الخبيثة اللي ممكن تأزيله التليفوني تستدعي واعي لجمع عند المواطن طبعا 100% هذا الموضوع المطلوب أنه نحن نكون مفتحين عيوننا فيه أنا فيني أظهر هلأ من هنا على الشارع وغمد عيوني وأول جورة وأعفية فيني أظهر من هنا على الشارع وفتح عيوني واتفيدة الكثير من الحفار هكذا على العالم الأفتراضي فيني أفتح تليفوني وفتح عيوني وما يوصل لأي فيروس وفيني أفتح تليفوني وغمد عيوني وفي لحظة صغيرة مئات الناس اللي منهم عن حسن نية منهم عن سوء نية منهم على سبيل التسلية ممكن يسيطروا على تليفوني وأتبكي عن تليفون اللي عم قولوا عن تليفون بينطبق أيضا على جهاز الكمبيوتر وعلى كل جهاز موصول بشبكة الانترنت كمان فيه يكون فيه تجسس على الكمبيوتر طبعا كل جهاز موصول بالشبكة هو صار عرضة للاختراق وعلى الشخص اللي عم يستعمله يكون مفتح عيناي بالعمل مثلا الإيميل يعني ما في حدا ما بيتطلب منه شغله أنه يكون عنده إيميل اللي ممكن بروفاشنال بيتلقى علاقه كل شيء له علاقة بالعمل كيف فينا نحمل إيميل طبعنا في وسائل معينة طبيعي أنه أنا وقت بدي ممكن لكم السكوريتي طبعا نحن من وصف أنه دائما أنا وقت بدي استعمل الكمبيوتر الشخصي اللي عم استعمله بالبيت أو بالشغل هيدا الكمبيوتر يستعمل التطبيقات اللي هي طالعة من مصدرها يعني بحتيك مثل الوبرائتنج سيسلم اللي بتطلعها مايكروسوفت ويندوز على طول بدي أخذها من مايكروسوفت يمكن حقها عند مايكروسوفت أو عند الناس اللي بيوزعوا لمايكروسوفت مبالغ معينة بس أنا فيني أخذها من محلات اللي ببيعوا هيدا الستدي بسعر كتير رخيص فلا أنا أفضل أخذها من مصدرها أفضل يكون عندي كل البرامج من مصدرها وليست مصهوكة مصهوكة عفوا لازم كل هيدا البرامج كون عم بعملها تحديث دوري لأن القراصنة بيخرقوا الكمبيوتر من خلال خرقهم للبرامج في أي برنامج غير محدث بيصير عرضة للقراصنة كل هالأمور إذا بعتمدها وفتحت الإيميل من هالكمبيوتر بيكون أنا بمأمل زيادة عن هيك اليوم الناس اللي بعرفون الناس اللي لا يعرفون ممكن يبعطوا لي رسائل على الإيميل تفتحي هالأ إيميلك وتشوف رسائل من الناس مطلع فيهم لازم تكوني حذرة وما تفتحي هذه الرسائل خاصة الرسائل اللي فيها ملفات مرفقة أتاتشت فايل هالنوعية من هالرسائل المرفقة بغالب الأحيان بيكون فيها فيروس أوقات كثيرة بيكون معملها زيب بينك بتكون مضغوطة كلها مع بعض ومحطوطة بفايل ممكن الأنتي فيروس ما بيكشفوا للوهل الأولى وممكن أنه يكشفوا بس أفضل أنه أنا أكشفوا أيضا وما أتعاطى مع هذه الفايلات اللي بتصلي زيادة عن هيك ممكن إذا بالتفتح الكمبيوتر عنده تفتح الإيميل تشوف أنه وصلها بريد إلكتروني من إيميل العلية وهي مش ناطرة هالرسالة من إيميل العلية فالأفضل أيضا أنه ما تفتحها مع أنه إذا بالتعرف إيميل لأنه أحيانا كثيرا فيه ناس بيقتبصوا شخصيات تانية يعني مش أنا بيكون باعت لك الإيميل بيكون حدا تاني يكتبص شخصيتي وبين لك عندك أنه هو إيميل العلية وباعت لك الرسالة إذا أنت فتحتها تقعي تقعي ضحي كمان سألك حق ساعتا أنه تقدم شكوى ضد هذا الشخصي اللي ينتحل شخصيتك أيضا أكيد إلي حق بس أنه هذه أمور معقدة كثير لأنه غالبا هؤلاء الناس اللي ينتحلوا هالشخصيات بيكونوا بمناطق خارجة عن القوانين الدولية بيكونوا طالعين من مناطق يصعب كشفها يعني بيكونوا عملية كثير معقدة بالنتيجة في كثير شركات لبنانية وقعوا ضحية وخسروا مئات الألاف من الدولارات بلبنان وبالعالم نتيجة أخطاء بتصير بالإيميل لأنه بيكونوا عمي يعملوا صفقة صفقة تجارية بمبلغ معين بيدخل حدا بكفل محادثة عن الطرفين الأساسيين بيبعثوا له المصاري على حسابه بعد ما يبعثوا المصاري بينتبهوا أنه هايدي السفقة طلعت كلها غلط وهيك بيدخلوا بمحاكمات فيه شركات أنا بعرفهم وصلوا لخسروا مبالغ طائلة وعملوا محاكمات كتير كبيرة وما أدروا وصلوا ولا نتيجة لأنه القراصنة فروا إلى أمكان تاني أو صار يصعب يعني صعب حتى الدولة الأطول ملاحقتهم اليوم كمان بوجود العملة الإلكترونية البيتكوين ما في حدا يقدر يعرف الشخص اللي عم يقبط بهذه العملة إذا بدك تحكي بهذا يعني الأمور مجهولة يعني صارت الأمور يسهل فيها غش الآخر إذا كان الآخر مش نفتح عيونه على مستوى الشركات كنت عم تحكي هلأ عن الشركات مثلا أو سيد كوم هل تعمل حملات توعية بهذا الإطار بهذا الموضوع طبعا نحن كل الناس المتبطين فيهم على طول في عنا نتلقى اتصالاتهم ومراجعاتهم على طول وقتل منلاحظ أنه فيه إمكانية للخرق بمطارح معينة وقتل منلاحظ أنه هناك برامج معينة يجب تحديثها وقتل منلاحظ أنه هناك برامج لازم نتفديها وقتل منلاحظ أنه هناك مثلا فيروس معين ينتشر بشكل أو بآخر منجرب أقله نوعي الناس اللي منتعامل معهم تجاه هذا الموضوع لأنه أي خسارة بهذا الموضوع هي أول شي خسارة مادية ممكن تكون خسارة مادية طائلة وهي أيضا هي خسارة معنوية ووقتية لأنه تاخد الكثير من وقت الإنسان إذن كل شركة لازمكون عندها سياسة إدارية للمخاطر لها النوع من المخاطر طبعا هذا كمان هون بتنتقلي لقصة المعلومات اللي بتستعملها هالشركة إذا هالمعلومات مهمة واليوم كل شركة عندها معلومات أكيد المعلومات بدأت تكون مهمة درجة هالأهمية هاي دي تتطلب أنه نكون محافظين على هالمعلومات يكون في عنا أكتر من نسخة من هذه المعلومات يكون في عنا أنه هاي دي المعلومات محطوطة بمكان آمن يصعب اختراقه وفي حال تم اختراقه يكون فيه بديل محدث مش بديل انه هاي دي المعلومات اليوم يعني كون فيه سكر مع المطلب يعني بدي كون فيه متابعة بهذا الموضوع بموضوع الفيسبوك موضوع سرقة الفيسبوك هو موضوع مع الأسف كتير شائع يعني بين اليوم والآخر منسمع انه حدا تم سرقة الفيسبوك طبعه كيف نقدر نحمي حالنا عبر شبكة الفيسبوك يعني بالقطور العامة بزات الإطار اللي كنا نحن عم نحكي فيه اليوم أنا عندي حساب على الفيسبوك فقط على الفيسبوك بتشوفي انه العديد من طلبات الصداقة بتصلي في ناس اللي بيعرفون واللي ما بيعرفون بوافقوا على طلبات صداقتهم فيه شباب بشوفوا صبية حلوة بعتتهم طلب صداقة فورا بتحسنين انه وفقوا بدون ما يطلعوا على أي موضوع آخر فيه صبايا أيضا بشوفوا انه فيه ناس بهمون أمرهم بعتتهم طلب صداقة ما بيعرفون كمان بوافقوا ممنوع وقتل نحن منزيد ناس على الفيسبوك الفيسبوك بأغلب الأحيان بحذرنا بقلك إذا انت بتعرفي هذا الشخص فعليا يعني الفيسبوك ما نعمل ومثله بقية وسائل التواصل الاجتماعي ما نعمل لحتى نحن نتعرف عن الناس من خلاله نعمل لحتى نحن نتوصل مع الناس لما نعرفهم من خلاله هذا الهدف الأساسي فأنا بهذا الإطار مش لازم اتعرف على حدا على الفيسبوك من خلال أمور ما بيعرفة يعني حدا عملي طلب صداقة وما بيعرفه ما فيه أصدقاء مشتركين كتير أنا ويير لازم نكون حذر جدا لأنه عادة الناس اللي بيخرقوا لك حسابك على الفيسبوك بتبلش القصة بطلب صداقة وبعدين تتطور أيضا إذا أنا كنت أصدقاء مع صديق مع شخص معين على الفيسبوك وهذا الشخص كان حسابه غير آمن أنا أتعرض بشكل أو بآخر للاختراف لأنه أنا عم شوف كل هاللينكات اللي عم بيحطها على الوول وعم شوف كل هالالشياء اللي هو عم يعملها وبين وقت آخر يمكن أنا أتفاعل معه ويمكن تنتقل هالفيريس من عنده لعنده تعافي تشارلي مش كتير بينتبهو لأيضا يعني بفوت أنا على الفيسبوك عندي بتطلع على الوول ما بشوف أشياء غلط بتفوت إيزابيل بتطلع عند أميل العلية بتشوف كتير أشياء أميل العلية مش ريفة عادة في نوع من الفيروس في نوع من القراصنة تنشر لك أشياء مش نشرها تنشر لك أشياء أنت مش نشرتي وأنت ما بتشوفيها يعني ما بقدر أنا هب نبه الناس منها أو أحمل الناس منها لأنه أنا مش شيفة هايلي أيضا شغلة كتير خطيرة أحيانا كتير بيصلي منك مثلا إيميل أو رسالة على المسانجر الخاص بالفيسبوك وبتكون مش منك بخبرك مثلا إحدى الصديقات بعتت لي رسالة وهي محامية مشهورة بعتت لي رسالة بالبريد الإلكتروني وكانت هي مسافرة فبالرسالة نفس اللغة بتستعملها الصديقة هي بتحكي كلمة عربي كلمة فرنسا كلمة إنجليزية مع بعضا نفس اللغة بطبق الأصل وبهالرسالة عم تطلب مبلغ من المال أنا اتفاجأت فورا اتصلت فيها مع عنا خارج لبنان فخبرتني أنه الإيميل اللي عنده تم اختراقه والقراصن اللي أنه انشاطرين بيدرسوا طريقتها بالحكة وبطريقتها هي بالحكة بيتوجهوا للناس الموجودين بالكونتاكت عندها وبيبعطولون هالرسالة هاي وصدقيني أنه في ناس كتار بيوقعوا بهذا الموضوع ويكونوا ضحية وبيتفاعلوا معه في جرايم بلبنان صارت من وراء الفيسبوك في ناس انتحروا في ناس انتحروا صارت من وراء الفيسبوك من الموجة الأخيرة اللي صارت أنه أنا بفت على الفيسبوك بعملك قاد بكون أنا شخصية وهمية بيستدرج الشاب أو الصبي إلى مكان هو ما بيحبه كتير وبعمل معه نوع من العلاقة على الانترنت بصور العلاقة وبستفزه صارت صارت يعني صارت أضايا مشهورة بهذا الموضوع في ناس انتحروا لأنه مقدروا يتحملوا هذا الموضوع يعني شغلة كتير خطيرة ومن نهاية لازم لبنان كمان اليوم عندنا يعني موسم الانتخابات يمكن إذا فينا نطلب من هالمرشحين أنه يشتغلوا على هيدا الموضوع يشتغلوا يطوروا قانون أنه علاقة بجرائم المعنى طبعا طبعا هلأ هن المرشحين النواب أيضا عم بكونوا ضحية بشكل أو بآخر لأنه أنا لحظت أنه في كتير من المرشحين اليوم ركضوا وراء الفيسبوك بطريقة غير واعية بلشوا يعملوا صفحات على الفيسبوك بلشوا يكلفوا شركات تعملهم صفحات بعدد من المتابعين الوهميين يعني يشتروا ألف المتابعين الوهميين لحتى يتابعون على الفيسبوك يتابعون لهم صفحاتهم وهو دي ما بينفعون أنا إذا فطل عندك على الصفحة وشفت 200 ألف متابع وكل هالمتابعين وهميين وعملت أنت ببوست معين وما تم التفاعل مع هذا البوست وكأنه ما عندك ثلاث متابعين شو بتستفيده يعني فيه أمور كتير معقدي لازم يكونوا اخذينها بعين الاعتبار لعله وعسى أنه البعض منهم أكيد بده يوصل على المجلس ويقدر ينعمل بلبنان تشريعات تحد من هيدا المخاطر اللي كل واحد مننا عم بصدفة بس قد ما يكون فيه تشريعات قد ما يكون فيه تطبيقات تحمي إذا أنا ما في تحت عيوني مش ممكن كون محمي نعم أنا بدأ أشكرك أميل عليا المدير التنفيذي لشركة أوسيت كوم نتمنى أنه تنرفع درجة الوعي بحملات مجتمع المدني يقدر يعملها لمساعدة كل مواطن بإطار هذا الموضوع شكرا لك أميل بس قلمة بس قلمة بس قلمة شكرا